اشتركوا في القناة 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 وكنا نسمي العدد الثابت معامل المتغير وكنا نسمي المتغير القسم الرمزي اذا تتذكروا ممكننا نحكي عن مقدار جبري وحد جبري فلذلك هذا الاقتران اللي اسمه قاف واسم المتغير الموجود في سين بيكون على الصورة العامة الى الاقتران الخطي ألف سين زائد با حيث ألف وبا عبارة عن أعداد عادية إحنا بنعرفها ألف بنسميها معامل المتغير سين وبا بنسميها الحد الثابت أو المطلق بيكون لحاله إذن ألف لازم تكون جم سين وبنسميها معامل سين أو معامل المتغير سين با بتكون لحالها بنسميها الحد الثابت أو المطلق بيكون بيناتهم هدول مش ضروري جمع ممكن يكون طرح المهم يا جمع يا طرح بتكون الصورة العامة للإقتران الخطي ألف سين زائد ما طب تطلع لي على هذا الصورة العامة اللي بيكون مكتوبة على شكل أرقام وين المتغير الموجود فيه هو عبارة عن سين كم الأس المرفوع إلو هون حسب ما هو مكتوب هون ألف سين زائد ما كم الأس يعني دائما حكينا أي متغير ما بيكون مكتوب فوق الأس بيكون تلقى الأس إلوه هو عبارة عن واحد إذا هاي أكبر أس في هاي الصورة العامة هون كم واحد فبنسميه اقتران خطي هيو حيث ألف وباء أعداد حقيقية يعني أعداد عادية ويسمى ألف بنسميها معامل سين ويسمى باء الحد المطلق أو الحد الثابت لهذا الصورة العامة للإقتران الخطي إذا الإقتران الخطي هو الإقتران الذي يرسم بشكل خط مستقيم على شكل خط مستقيم إذا ما كان فيه عندي رسمة إذا كان مكتوب على شكل أرقام لازم يكون أكبر أس فيه واحد يعني لما أجي أسألك في الامتحان في الواجب البيتي في ورقة العمل وين مكان ميز هاي الإقترانات إذا كانت إقتران خطي ولا لا بتروح بتدور على المتغير إذا كان أكبر أس للمتغير الموجود لهذا الإقتران واحد على طول بنسميه إقتران خطي خلص لازم يكون أكبر أس واحد ماشي يمس بناء على الحكي خلينا نشوف مثال رقم واحد الموجود بصفحة ثلاثة وتسعين بحكي لموجود بصفحة ثلاثة وتسعين أي الإقترانات الآتية يعتبر إقتران خطي ولا لا مبرر إجابتك لما إنه مبرر إجابتك لازم في الامتحان تبرر شو السبب هذا المثال لازم نكتبه هون عندي على الدفتر بدي تركز معي في كالفية حلو نجعل مثال رقم واحد لتوجود صفحة ثلاثة وتسعين رقم واحد منه بحكي لي كافي السين إذن شو اسم هذا الإقتران كاف شو اسم المتغير الموجود جوات وسين يساوي اثنين ونص سين بدي أعرف إذا كان إقتران خطي ولا لا طب يلا وين المتغير الموجود فيه سين وين المتغير سين شو القوة المرفوعة إلها واحد إذن هل أكبر اس في هذا المكتوب عندي واحد ولا لا هاي شو الاس الموجود واحد إذن شو أكبر اس موجود جوه هذا الإقتران واحد إذن هذا إقتران خطي ولا لا نعم ليش لأنه مكتوب على الصورة العامة للإقتران الخطي طب يلا بس بدي انا بهك عشغله هسا احنا حكينا الصورة العاملة الاقتران لازم تكون على شكل هذا بسميه كاف السين يساوي الف سين زائد بصح هاي الصورة العاملة الاقتران الخطي طب سؤال هون في هذا المكتوب وين هي الف ممتازين الف حكينا هي معامل سين دائما الف هي معامل سين معناته الف هاي هي عبارة عن 2.5 معناته هي عبارة عن 2.5 سين صح هاي هات الف هي عبارة عن 2.5 سين طب مص وين با فيش زائد ولا ناقص ولا مكمل وين با معناته با كانت موجودة بس كم قيمتها شو رأيكم يا ثامن كم قيمتها با ايوه صفر يعني هاي الصيغة العامة لها اصلا الاقتران هذا كان مكتوب على شكل 2.5 سين زائد صفر ممتازين يلا هاي الصورة العاملة الاقتران ولا لا نعم الصورة العاملة الاقتران الخطي حيثه الف كم قيمت الف 2.5 سين هي عبارة عن المتغير وباء الحد المطلق او الثابت كم قيمته هو عبارة عن صفر ممتازين نشوف رقم 2 يامس ميم السين يساوي سين تربيع زائد 3 يلا شو اكبر اس موجود في هون 2 معنات اقتران خط ولا لا ليس اقتران خط ليش لان اكبر اس للمتغير يساوي كم 2 وهذا ما بتحقق على القاعدة ممتاز يلا نشوف 3 هاي السين يساوي 19 ناقص سين يلا وين المتغير بدور على المتغير وين المتغير هاي اسين كم الأسئله واحد في غيره لا معناته اقتران خطي ولا مش اقتران خطي نعم اقتران خطي ليش لانه مكتوب على الصورة العامة اللي هي عبارة عن ألف سين زائد ب ولأن أكبر أس في كم أكبر أس في أكبر أس في هو عبارة عن الواحد طيب خلينا نكتب هذا على الصور العامة كيف ما أكتبه على الصور العامة طلع علي مس هذا 19 ناقص سين لو جبت يا مس السين قدام وجبت 19 وراء يعني جبت 19 حملت حطتها وراء وجبت السين حملت وحطتها قدام بس بدي أبدل ماكدًا أماكنهم فبدي أراعي إني لم أغير أماكنهم الإشارات تكون نفسها يعني يا مس هاي السين هون شو إشارتها دائماً الإشارة للعدد بتكون قدامه زي ما حكينا معنات إشارتها سالبة فأنا بتكتبها هاي السين يساوي سالب سين ماشي؟ طب 19 شو إشارتها 90 واضح إن اشارتها موجبة إذن هاي 19 هايها موجبة أمامها إشارتها هايها إشارتها أمامها في أشي قدامها ما في إشي شو اشارتها موجبة معنتو زائد تسعتاش طلع علي هل هذا مكتوبة على الصورة العامة للإقتران ولا لا نعم ليش هلأ هون ألف شو هي ألف شو رأيكم يامس دازم تكون ألف اللي هي عبارة عن العدد اللي جنب المتغير السين طب وين العدد لجنب المتغير السين ما فيه إحنا اتفقنا لما ما يكون فيه عدد جنب المتغير السين شو بكون واحد أيوة ولأنه فيه سالب معناته ألف هي عبارة عن سالب واحد إذن هاي ألف سالب واحد طب كم با الحد المطلق أو الثابت اللي هي ممتازين تسعتاش إذن هاي كتبت على الصورة العامة للإقتران خطي ولا لا نعم لأنه مكتوبة على الصورة العامة للإقتران خطي ألف سين زائد با وعرفنا شو ألف وعرفنا شو با ولأن أكبر أس في كم أكبر أس في واحد معناته عبارة عن إقتران خطي ممتازين